هذا القصف الأمريكي عذرا للمقاطع الجديد الذي طالما وقع قالت الحكومة العراقية أنها تابعة للقوات الأمنية كيف سينعكس هذا التصيد على المشهد العراقي أمنيا وسياسيا خاصة ما يتعلق بالمفاوضات من خلال اللجنة العسكرية العليا المشتركة بين باغداد وواشنطن حول انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف من العراق لا هو حقيقة موضوع الانسحاب يعني انتهينا من عنده الأمريكان صرحوا بصريح العبرة على لسان وزير الدفاع الأمريكي إنهم لن ينسحبوا لن ننسحب من العراق ولن ننسحب من سوريا هذا ملف انتهى هذه قضية اللجان العسكري التي شكلتها واضحة كانت حقيقة ليرسم تشكيلة جديدة للتعاون الأمني بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق بالمرحلة المقبلة قضية الانسحاب قضية انتهى هذا الملف حسب التصريح لسيد وزير الدفاع الأمريكي بأنه لن يتم الانسحاب من العراق ومن سوريا الموضوع الخطير في هذه القضية والمهم الذي يجب أن ننبه عليه كخبراء أمنيين حقيقة يعني قصف القطاعات العسكرية الموجودة على الحد السوري على الحدود السورية العراقية هذا أمر يسبب حقيقة مخاطر كبيرة جدا كما تعرف حضرتك أغلب مجاميع داعش الارهابية هربت من الأراضي العراقية إلى الداخل السوري يعني إذا تم عملية إخلاء الحدود السورية من القطاعات العسكرية لربما سيتسبب باندفاع هذه المجاميع الارهابية إلى الأراضي العراقية مما يشكل تحدي جديد لربما يعني يحصل حقيقة يعني مشاكل كبيرة جدا هذه المجاميع إذا يعني رأت هناك يعني مناطق أمينة تندفع عليها سوف تندفع إلى الأراضي العراقية ولربما تسبب بسقوط مدن كبرى هذا تحدي كبير ولربما الأمريكان يعملون على هذا الموضوع هذا حقيقة يجب أن تأخذ الحكومة العراقية على عتقها هذا التحدي الكبير إذا تم إخلاء الحد السوري من القطاعات العسكرية فهناك خطر يداهم العراق هناك خطر يداهم المدن العراقية سواء الحدودية أو المحافظات كمحافظة الأنبار مثلا أو نينوة يجب أن تتخذ إجراءات سريعة من قبل الحكومة العراقية لغرض إغلاق جميع المنافذ الحدودية بين العراق وسوريا خشية من تدفق مجامع داعش الإرهابية مرة أخرى وتسبب لنا مشاكل كبيرة هذا من جانب الجانب الآخر حقيقة والمهم يعني هذا الحكومة العراقية حقيقة أن تضع حد لهذه التصرفات الأمريكية يدعون أنه خرق للسيادة حقيقة السيادة هي مخترقة قبل هذا القصف السيادة للحكومة العراقية مخترقة قبل هذا القصف عندما لا تتمكن الحكومة العراقية من إيقاف هذه الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران ووضع حد لهذه المشاكل الكبيرة حقيقة التي أدت إلى خسائر كبيرة في الدماء العراقيين هذا اليوم وهذا حقيقة خسائر غير مضررة هذه الفصائل الحقيقة هي لا تنفذ مصلحة للعراق على الأطلاق هي ترتبط بإيران وبالتالي تصفية الحسابات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للأسف تجري على الأراضي العراقية وهذا ما لا يسمح به الدستور العراقي وما لا تسمح به الحكومة العراقية على الأطلاق أمامنا حقيقة تحدي كبير الحكومة العراقية يجب أن تضع حد هذه الفصائل المسلحة يجب أن توقف على أقل تقدير الهجمات في هذه المرحلة يجب أن تقوم الفصائل المسلحة أيضا بإخلاء جميع المقرات من الأشخاص ومن الأسلحة ومن الذخائر على أقل تقدير لتقليل الخسائر بالأرواح في هذه المرحلة